امي سامير غانم انها عملت كده عشان ما تسجلش مع القنوات الفضائية اللي حضرت العرض الخاص وكمان البعض قال ان يمكن تكون بتكلم والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز او يمكن والدها الفنان سامير غانم وبعض الناس قالوا طالما المكالمة طولت قوي كده يبقى اكيد امي وقعت في الحب وعشان كده المكالمة طولت وامي ما خدتش بالها انها بقت وقفة امام عدسات الكاميرا وخصوصا ان فيها علاقة قوية جدا بينها وبين الفنان حسن الرداد وان فيه كلام كتير بيتقال من فترة انهم مرتبطين امي سامير غانم وحسن الرداد صوروا من حوالي شهرين اعلان في الغردقة وانتشر كمان اشعار قوية جدا ان الاتنين هيعلون خطوبتهم بعد رجوعهم من تصوير اعلان لكن ده ما حصلش مسلسل نيلي وشريهان قام دي وبيشبه مسلسل باكيزة وزغلول وهو بتكلم عن بنتين الاولى غنية جدا والتانية فقيرة جدا